اشتركوا في القناة التي تقدر تنزل في هذه المنطقة الحوز من أجل رفع الأضرار على هذه المنطقة المنطقة الحوز وأيضا المناطقة للدراسة إطراء الزلزال سعدي فاضل مرحبا بك مرحبا سيح أحمد سعدي مع عقبة الزلزال التي يضرب منطقة الحوز ومجموعة من المناطق في المغرب بعض الأصوات رسافعات لكي نهتم بكل منطقة الحوز والمناطق المتدررة الأخرى ومن الأشياء التي تتم إقتراحها هو تحويل المشاريع على أوراش إلى هذه المناطق هذه بداية أنت واذا متافق مع الفكرة هذه؟ أولا بعد ذات عزينا الحارة من مربركم لجميع الضحايا والشعب المغريبي وعلى رأسهم صاحب الجلالة فهالضحايا وهذا الشهداء دي المغرب أنا متافق معك 100% في هذه المسألة لأن كمشفنا جميع قلوب المغاربة في هذه الهزة الأرضية تحركت وكان واحد تضامن مغريبي قل نظيره واستشهدت به جميع القنوات وجميع الشعوب عبر العالم هذه الصورة التي أعطاها الشعب المغريبي بالعكس أنا متافق معك بأن برنامج أوراش في النسخة التانية كله ينكب لهذه المناطق المتضررة وهذه المناطق المنكوبة العزيزة على خلوه وماذا سيخدم أوراش لهذه المناطق هذه في حالة إلى ما يتم اتخاذ القرار بأنه واحد جزء كبير من الأوراش يتحول إلى المناطق المنكوبة في أن تجد خدمتها أو هذا المشروع في هذه المنطقة هذه الحمد لله كما تعرف الجميع بأن برنامج أوراش في الصيغة التانية كان ندعم دين المقاولات الصغرى والشركات وبالتالي ممكن أننا في إعادة الإعمار والأتخاذ القرار وكانت التركيز كامل حاول أننا نديروا هذه الخدمة لهذه المنطقة ندعم الشركات اللي كانت تمة اللي كانت المحلية تمة ونحاول أننا نساعدوها في ذاك الإعمار وفي شق الطرق يعني الأولى في إعادة الإعمار خطتت تعطل الشركات المحلية الشركات المحلية والشركات المغربية مئة في المئة وبالخصوص الشركات اللي كانت تحاول أنها توظف وتشغل هذوك الأبناء دي لذوك المناطق اللي الأسبقية تكون شباب بتاع المنطقة الماكين بطبيعة الحال بطبيعة الحال لأن هذا برنامج أوراش جاوى على الناس اللي كان عندهم صعوبة في الولوج للسوق الشغل والناس اللي عندهم صعوبة في الاندماج والناس اللي ما عندهمش م عندهمش تا ما شي قلني أقول كفاءة ولكن ما عندهمش ديبلومات ما وعلى وجاء الناس اللي كانت متضررين من الأفعاليين الكورونا د reuse الناس تمرة متضررين من الكورونا متضررين من الأزمة ومتضررين من هذو زلزق وشن الأشياء اللي يركز على هذا أوراش يعني المسائل العملية وشن الأمور اللي يركز على أوراش وكما كان عرفوا البنية التحتية يتم رأى الناس كلهم مشاء وعايشوا عن كتب وعن قرب صعوبة المسالك الطرقية وعدم الوصول لبعض المناطق وبعض النوقات اللي كانت مشيعة متضررة وإنما كان كل شيء مهدوم ولكن ذلك الصعوبة حالت دون وصول المساعدات ووصول فرق الإغاث وبالتالي أهم حاجة عندنا في هذه المناطق هم المسالك الطرقية وبالتالي إلى مشات هذه الشركات اللي كانت مشي في هذه اللي تخاضوا ببليك وهذا ممكن أننا نتساعم معها الدولة في هذا الشيء دي الأوراش ويدخلوا الشباب دي المنطقة تماما وتكون واحدة طفرة اقتصادية للشباب والشركات هم لأنه هنا كما معروف احنا كل عام تكون عندنا شركات اللي كيعلنوا الإفلاس ديالهم وكيعلنوا عدم الاستمرار الصعوبة للاستمرار ديال وهذا وقت جاء باش أننا كما تنعونوا شركات كبرى وشركات صغرف في مناطق حضارية ممكن أن نتوجهوا بعد الورش التاني وغنكونوا لما لا أعطينا رسائل كبيرة وكبيرة بأن تلاحم مشاعر الاجتماعي كين تلاحم اقتصادي وكين تلاحم بعض الشباب تعد الأبناء تعد كلمتاقات الحوز وفاستماعوا الخبار تعد سلتاري عايقل هم خلوا خدامهم في الدار ويدا في الرباط وفاست موضو الكبرى ومشولتما ماكي لحد ساع باقي الناس يعني هذا ما يهددهم يعني بفقدان الشغل ديالهم وشتتوفي أنا أوراش هتكون فرصة لهم الاندماج من جديد خاصة لما كنشوا تعامل ليين مع الأصحاب المقاولة في الموضو الكبرى بالنسبة لأنا اللي كنعرف عدوك الأقاليم ديال الحوز والأقاليم ديال السوس كاملة القلة القليلة اللي كتخدم هنا في الشركة بحكم علاقتي بعد الإخوة والأتما كل هم تخدمون في هذا الشيق ديال تجارة وغرج علال وضرب عمار وهذا وهنا تيبال لك بأنهم تعمل عندهم ذلك الروح التضامنية رهنا مع جمعيات ديال كبيرة مشكورين من هذا المنبر لف درب عمار لف قارج علال لف جميع الأسواق الأسبوعية ولا حتى هذ الأسواق اللي سنعرفوا إحنا يضدي الدار بيذا كل هم جندوا وجمعوا ورسلوا مساعدات ومشوقوا عليها رغم أنهم مكلومين وكل يفقد الأسرة دياله وكل يفقد الأهل دياله كل دوار دياله مكامل بقوا فيه أربعة الناس أو خمسة الناس إذن هنا تيبال لك بأنه ضروري ضروري من ذلك الشركات اللي تعاونت ذلك الشباب اللي يبقوا وتمه وتاريجال اللي ما راقيش فاش يخدموا هذه فكرة جيدة بالنسبة لكم أنتم فمونت ذلك الشباب الفين وثلاثين وش بدرتوا زيارات المغا تقمنكوبة ولا لا؟ بطبيعة الحال ما يمكن جميع الجمعيات كلها تنكب تمه كين اللي كي يبقى على التنصيق تينصق فيما بينه أنا واحد الحاجة تشوفها سيحمد اللي نقول لك الناس كلهم ناضوا هات زعزعرة بنتيب حل زعزعات الناس تصور معي جميع أحياء في المناطق الشعبية وجميع الدروب هي نقطة لتجميع المساعدات وبالتالي كاللي تجمع المساعدات وما عندوش تلك إمتى غا يديها فين غا يديها معا من غا يتنصق كوني غا يزدي ذلك المساعدات الكل نكبه أنه فيما تلقى شيء نقطة يجيب وكيساعد وكيعاون وربما رأى فيديوهات كتيرة أعطات الأسواق الكوبرة للناس كتشري وكتجيب وكتحط في إطار هذه النقطة اللي كانت كتير عندنا في المنطقة حاولت الجمعياتين أن تنصق ما بين الدروب وما بين ذلك النوقات وتحاول تعطيهم نقطة معينة لجميع هذه المساعدات والاتصال والتنصيق مع الناس اللي غا يستقبلوه وغا يستقبلوه يعني قمتون تنصيق ما بينكم وبين المواطنين وكانت عندنا رغبة أكبر أنه نتكون عندنا نقطة موحدة بحال كالنقطة رحنا على أساس أن لما لا تلقى على المغطات اللي كانت عند نفسي اعتمان تكون هي نقطة جميع دي الجميع الأحياء وبالتالي من اللي غا دينتمو غا دين غامشوا هدوك المساعدات كاملين من واحد المنطقة معينة بالشعارات بطبيعة الحال الوطنية بعيدا عن الفئوية والانتماء دي الأناف بالعكس تنصيق تام من أجل الوطن ومن أجل من الشعبي إلى الشعبي وكانت غا تكون واحد اللي حلام زيانا ولكن عارف بعد مرات الحمد لله كل دار اللي عليه وكل ساعد باللي باللقاء بالنسبة لك انشهد موساعدات والتضام والإنساني مع الناس وش خصوية توقف دابولة خصوية تسمر الشهور طاويلة خصوية داخل فاصل الخريف والشتاء وهذا ولي كان الدعوة دي نحنا في التنصيق لأن كنت موساقتها مع جمعية دي القراج علال وهذا كان كل شي كي يمشي للأكل وكي يمشي للبطانيات والمانطات وهذا شيء ولكن الناس نسوا بأن كان هناك مرة ينقلت الضو كنا حاول أن نصيقنا في هذا الشيء دي الطاقة الشمسية البيلات دي الطاقة الشمسية لشاق جور اللي يعطيهم الضو ويتشارجهم بطاقة الشمسية كان عندنا تنصيق مع الناس دي الخيم ودي هذا حاول أن نوفر واحد عشرات الخيمات تأمر سنام هذا ليس شيء تنمنون لكن كنا نقوله في إطار نسيق وحمل المساعدات خاصة نعرفوا الحاجيات بالضبط أشن هم اللي ممكن أنه محتاجوا حيث رالماك اللي هو تعطيه ولكنه محتاج عير يشارج إذك التليفون باش طبعاً أهله محتاج أنه يدفع محتاج أنه يستعمل هذه الوسائل اللي عنده الانترنايات اللي عنده التليفون دياله خاصة باشي تلا بغيش يتصيف تليتها الفلوس ولا بغيش يتواصل معه كجمعيات ولا كمواطعين في أقالي من الحوز لا رجع على الأوراش وانتو المشروع اللي تتخدم عليه واش يعني أدى المهمة دياله ولا غير برنامج حكومي من أجل استهلاك الإعلامي فقط برنامج أوراش كما تحط في الأول هو تحط في الأول على أساس أنه إيجاد 250 ألف منصب شغل في السنة يعني من اللي غير نقسموها على مدة الحكومة ديال الحكومة غير نوصلوا المليون منصب شغل اللي كما تعهدت بالحكومة ولكن هاد المناصب الشغل أرى ما شي دائمة لأنها مؤقتة يعني أقلها كين 6 شهر وأبعادها كين عامو لعامو منصو العامين ولكن في التنزيل دياله كانت عوائق كانت مشاكل الشركاء الشركاء كانت تقولي خلقه منصبه كانت مشاكل أخرى ديال الناس اللي جايشتغلوا هنا من كتتغيب المعلومة من كتتغيب المعلومة كانت تعطي فرصة الإشاعة كان شوهديك يقولك أدورش ميلاكي مادام خديتي الوراق ذيالو ودفعتهم أنا بحل نجيب حل ما نجيش بغي تخلص من منواله وعليش نقوله بأن دائماً أي برنامج جاء خصوط تعطاه الإشارات والرسائل وتبحلت البرامج لتوضيحه من جميع الجهات المعنية حتى من دباء رؤساء دباء كان عارفوا بأن اللي مستعملين اللي هم حاملين لهذا المشروع ومباشرينه هم مجالس العمالات كلهم هم متدخيرين من أجل الإنجاح وعبش تعاونيات وعبش الجمعيات وعبش شركات دباء دباء شركات دخلوا تعطيهم أوراش أو مجالس العمالات كعطيهم 1500 درهم على كل واحد وهنا كين واحد علامة تستفهم أن أشمل شركة بالضبط اللي كنشوف القانون كنلقاو الشركات اللي ما كيفوت الرقم من المعاملات دياله لالعشره المليون دياله درهم وخلصة تكون أقل من ثلاث سنوات علش قلتلك هنا خلصنا نساء شركات اللي 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 صغيرة ومغريبية باش تبقى وباش تبقى عدنا في السلم القتصاتي عندنا أما باش نعاون شركت كبيرة هي أصلاً كبيرة هي كبيرة ونزيدون مجالات اللي انتم تشغلوها في هذه أوراشاتي؟ بالنسبة للبرنامج ديل الفين واثين وعشرين كنا نشتغلنا في مجال دي الصباغة وفي مجال ديل البستانة مع العلم أن برنامج أوراش في الصيغة دياله صباغة وشمالية تتسبغوا الجذران؟ آه كانت عندنا صباغات الجذران والعنايب لمساحة الخضراء ولكن هاد المسائل هي التعطات لنا أما البرنامج نحن اللي دفعناه البرنامج نحن دفعناه قال لك ما كينش دواء شنو البرنامج يدفعناه كنا دفعناه على أساس أننا نديروا هاد تحسين تحسين التعلمات عند الأطفال ونجيبوا أساتي ذا ونجيبوا نجيبوا الناس اللي تهم ما مولجوش لهاد سوق الشغل كنعرفوا دراري تبارك الله إسانسية وناس عندهم مسائل في هاد المجالات دير التربية والتكوين ولكن ما تيلقاوش ما هما من هاد اللي كيكونوا في التربية الوطنية ما هما من ذو الناس اللي كيبقاو يدوروا على السواع وكيبقاو يدوروا لأنهم كيدش قلنا لما لا؟ ندخلوهم في هاد المجال ودخلوهم تالله سانسية سواده ويعاونونا فأنا نديروا واحد الإنشاء دي الواحد جيل أنت كتعرف شباب ٢٠٠٠٠ خاصة نوجدوا شباب من دابك نخدموا في الطفولة يعني نعاونوهم في تحسين التعلمات ديالهم في تحسين المستويات تعلمية ديالهم نعرفوا الناس بأنه من الروض طالع الدري ضعيف إذا اللي حاونا نعاونوه في اللغة وخلنا نعاونوه في كشيساب المهارات الرياضية ولمهارات التعلمية والتربوية غادي نزيدوا نضيفوا واحد البصمة للمدرسة العمومية وبالتالي نساهموا في إنشاء شباب وأطفال ما حتى الشباب اللي يخدموا معكم في هذه القضية تعلم السنة والصباح؟ كانوا عندنا غالباً نحنوا أحد أربعين هذا بنسباليكم تمام منتدى الشباب منتدى الشباب كان عندنا شيء أربعين ستين وش عندك إحسائيات تلك جمعيات اللي مهتمين بها تشتاع أوراش على مستوى الدار بيدها؟ على مستوى إحنا كنقولك على مستوى عمالة عمالة ديان المراشد اللي هي سيديع سمان سيديع سمان كان عشرة الجمعيات اللي رصات عليهم هادشي ديال أوراش بطبيعة الحال كانت نساق فيما بيننا وكان تعاول من أجل إنجاح هذا البرنامج على مستوى العمالة وكانت دائماً أنا من لايفات ديالي أو بعد تدوينات ديالي كان طالب بالجمعيات اللي كانت في المقاطعة اللي كانت في المجلس الدار بيدها كاملة أنها تشارك لأنها لدينا الآلاف والآلاف من الجمعيات لو أن كل جمعية خدات واحد لونومبر وخدمت عليه ووقفاته كنا غلوصلوا للعدد كبير نحن رفع عمالة مولاي شيد ركنت عدنا 820 يلا وصلنا أنا نخدمه خمسمية وشي طناش وليس بحلقة العدد إكزاج ولكن هضرنا بزاف ديال المناصب الشغل وهذا بالتالي كان عدم تنصيق عدم المعلومة الصريحة والحقيقية من أجل أننا تكون عندنا المعلومة ونطارتها جوامعنا وبالتالي كانت مننا برنامج أوراش تاني يتم تنزيله بكل جدية والجدية المطالبة صاحب جلالة نصر والله محمد الساديس في الخطاب الأخير تطالب بالجدية ومن لك تعطي المؤهلات للشباب سيصدموك وبالتالي كانت منتخب المغربي من اللي تعطي هذه المؤهلات سيصدم هذا وبين على الجدية والكفاءة الشعب المغربي تعطي هذا الطريق وبين على التضامن وبين على أنه فعلا إنسان اجتماعي يحب البلاد ومعطاء إذن هذا هذا تساؤل ورغبة أن الناس اللي صاري على بحالة البراميج يحاولوا يديروا ما أمكن من أجل إنجاحها ومن أجل إيصالها للناس الحقيقيين اللي محتاجين لهم لا نرى الشركات نرى نازلة ونازلة عند شركة كبار الكابلاج برقم معاملات وذلك شيء كبير محتاجة أن نحن نعاونوها ونزيد ونخلص لها عاملين ذيولها شكرا سيادية شكرا جزيلا شكرا شكرا لنا لقاء جديد بحولنا شكرا 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 شكرا